بايدن يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بيتنام لمواجهة الصين تقرير لصحيفة بوليتيكو أفادت تأفيه بأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة المنتظر توقيعها منتصف سبتمبر المقبل خلال زيارة بايدن إلى هانوي ستفتح الباب أمام تعاون ديبلوماسي واقتصادي وتكنولوجي أوثق الأمر الذي يحقق لبايدن انتصاراً جديداً في حملته لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهدئ وستسمح الاتفاقية بالتعاون الثنائي الجديد الذي يعزز جهود بيتنام لتطوير قطاع التكنولوجيا العالية في مجالة تشمل انتج أشباه المواصلات والذكاء الاصطناعي وتتزامن اتفاقية بيتنام مع تصاعد التوتر بين هانوي وبكين بشأن نزاعات إقليمية طويلة الأمد في بحر الصين الجنوبي ورغم ذلك يقول تقرير إن الاتفاقية لا تعني بالضرورة أن بيتنام تبتعد عن جارتها العملاقة لصالح علاقات أفضل مع واشنطن ولكن الصفقة ترمز إلى التحسن المطرد في العلاقات بين الولايات المتحدة وبييتنام منذ أن أقام البلدان علاقات ديبلوماسية في عام 1995 منهيان عقدين من عدم الارتباط بعد نهاية حرب بيتنام في عام 1975 وفق الخبراء يعكس الاتفاق أيضا كيف تلعب الولايات المتحدة دورا في اللحاق بعلاقات بيتنام الأعمق مع كوليم من بكين وموسكو إذ تمتع بيتنام بشاركة تعاونية استراتيجية شاملة مع الصين منذ عام 1998 واتفاق ممثل مع روسيا لأكثر من عقد من الزمن